مرحبا فلوين الحلوين شلونكم بدون عذار اني مثل العيد يظهر مارتيم بالسنة ومرات مرة بالسنة مثل كرسماس قبل لابدي الفيديو احب قبلكم كل عام وانتب خير ويا ربي سنة سعيدة حلوة مليئة بالانجازات والاشياء الحلوة والشوكليت مع نهاية هذا العام كلياتنا اصر عدنا فكرة انو احنا ما انجزنا شي فرح اسأل فلكم هاي القصة اللي صارت ويا احد من طلابي قبل كم يوم طبعا وحسيت انو انا فعلا اريد اشاركه اياكم هذا فيديو حكون عفوي فحكوني جوز اكوف التجفيص او سحقات فتحملوا ما اريد اعيد اعيد بحيث يفقد العفوية ماتة يمكن هاي القصة هي اكثر شي انتو محتاجين تسمعوه هسه فخليني نبدي قبل كم يوم اكو احد من طلابي طبعا شان عدنا امتيحان فهذا الشخص اخذ يعني 98 من 100 بس هذا الطالب غام يبتشي لانه هي خطأ واحدة خلته ياخذ 98 لماذا تبتشي انه مجرد درشتين وعلى خطأ واحد فقط لا غير بس الطالب يعني قضى تقريبا نص الدرس يبتشي وخلص قفل فاني قلت لهم عفو على راحته انتظرت الدرس يكمل وورا الدرس من خلاص اصحت لبرة قلت له تعال اريد احكي اياك قلت له انت ليش حزين هي 98 مثل المية قال لي لا امس انت شوفيها درشتين بس هي مو بس درشتين انا ما اخذت درجة كاملة طبعا هالكلام يصير بالانجليش بس انا دعتيكم اياه بالعربي المهم فقلت له تعال تعالوا اياي رحنا وين رحنا للدرج قلت له اوكي هس انا اذا اطلب منك واتحداك انه تقمز من بداية الدرجة لحد الاخير رح تقدر قال لي لا قلت له ليش قال لي انا مو سوبرمان انا ما اقدر اطير يعني هاي مو قفزة هاي الطيران قلت له بس تدري انت شنت سوبرمان وسويت هذا الشي لانه حتى اكون صريحة وياك سابقا يعني بالعام اللي مضى لان انا درستهم همين العام اللي قبله انت شنت من اسوأ طلابي شنت بالقوة تجيب الخمسين بينما هسه بسنة واحدة انت قفزت صرت من شخص قوي يجيب الخمسين الى شخص انت يجيب خمسين وستة تسعين وانا دائما الاحظ ان انت منجيب خمسة تسعين دائما تحزن بمكان ما تفرح انه انت هلقت قريب من المية انت مو فاشل مثل ما انت تعتقد لانه ما قدرت جيب درجة كاملة بس انت شوية اعمى لانه مدى شوف القفزة اللي قفزتها من العام لحد هالسنة شلون انت قفزت من ثاني باية من شخص قوي يجيب خمسين الى الباية اللي قبل الاخيرة مدى شوف هاي القفزة كلها شكوبرها بس اني دا شوفها ودا شوف انت جيد شخص ذكي شخص قادر ان يسوي هيت الشي شخص واو بس انت مدى شوف هالشي فقط لانه انت ما تقدر شوف الانجاز مالتك مو معنى انه ما موجود انت مجرد ما تتلاحظ انه انت مدى توصل الاخير باية فمرات احنا نركز على هدف وننسى الاهداف والاشياء اللي احنا تنحققها والانجازات والقفزات اللي احنا نسويها طبعا الطالب كلش كلش يتأثر بالكلام وفعلا حس نفسه انه هو سوى قفزة قلت لانه انت من شخص اسوأ طلابي الى شخص من افضل الطلاب عندي بخلال يعني بثلاث مراحل بعد ماكو دموع وماكو اي احساس بالفشل لانه مدى نحقق الدرجة الكاملة اوفد حلم معين احنا حطيه ببالنا او هدف معين احنا حطيه ببالنا الطالب فرح وراح واني ذكرت نفسي ذكرت انه اني محتاجة اسمع هذا الكلام كوني ما محقق الاحلام العظيمة اللي ببالي مو معناها انه انا مدى حقق شيء واذكرتكم انتو همينه وقررت اشارك هاي القصة وياكم لانه مثلي مثل هواية ناس مثل هذا الطالب كلش هواية حققون ويسوون قفزات بس لانهم هم حاطين ببالهم هدف معين مدى يوصلوا له فما يحسونه ان هم مسوين اي شيء ممكن يحسون بالفشل ممكن يحسون ان هم خلص يعني كل شيء مدى يسوون بحياتهم بس لا تدرون انه مرات الانجاز هو انه تقوم من فراشك وتروح تسوي الروتين اليومي وتروح للشغل او تروح للمدرسة انه تدرس انه تسوي ابسط الاشياء مرات هاي انجاز لانه مرات خلص تحس انه انت قفلت بعد تريد تقفل على نفسك الباب وما تسوي اي شيء فمجرد انه تنهض من فراشك وتطلع للعالم الخارجي او تعيش يومك هذا اعتبر انجاز مو دائما الانجازات العظيمة هي بس يحس بانجازات مرات انه تكمل يومك بحد ذات انجاز فكونوا فخورين بنفسكم لانه انجازاتكم الصغيرة ايضا مهمة وهي اللي تسمعكم والانجازات الصغيرة هي اللي توصلك للانجاز الكبير فكونك ممحقق حلمك مو معناها انت ممحقق شي بعدك قبل ما انهي الفيديو اريتكم تكتبوا لي اي انجاز انتوا سوتوا مهما كان بسيط اي قفزة اي شيء انتوا تحسون انه صار فرق بكم على فكرة مرات الانجازات ما تكون شيء ملموس مرات الانجازات تكون فتشيء على مستوى صحتك النفسية على مستوى صحتك العقلية فمو شرط احنا انجازاتنا فتشيء الناس يقدرون يشوفوها مرات تطورك انت كفكر تطورك كعقلية تطورك كأسلوب تطورك بأي مجال مهما كان بسيط اي تطور بسيط هذا انجاز خليكم فخورين بي وبنهاية الفيديو I have to tell you stay safe stay happy be proud of yourself and always smile اشوفكم في فيديو جاي العيد الجاي باي باي